إذن نكمل مع سلسلة كل يوم تمرين وتمرين اليوم موجه تلميذ سنة الرابعة ابتدائي بالتحديد ولكن يمكن أنه مقرر في دروسها في الفصل الأول لكن يمكنكم القيام بهذا التمرين مع أبنائكم في سنة الثالثة ابتدائي إن كنتم تشاهدون الفيديو بعد الفصل الأول يعني في الفصل الثاني أو الفصل الثالث وتلميذ سنة الخامسة يمكنكم القيام به كمراجعة لما لا إذن نبدأ في التمرين جو كلاس أو صنف إذن نضعون إسي un تابلو لدينا جدول في ديفيني و اندفيني معرفة ناكيرا ديفيني و اندفيني معرفة ناكيرا voilà donc nous avons ici دي مو إذن هنا كلمات ل لا 1 1 1 1 2 1 1 2 هذه الكلمات هي ماذا هي إبارة عن des articles و des articles ماذا هي des déterminants إذن les articles هي نوامين les déterminants في دور الفرنسية إذن les déterminants نوع من أنواعها و les articles كل هذه نسميها les articles و les articles تنقسم بدورها إلى défيني و اندفيني و بالمناسبة الدرس موجود في القناة وتجدونه في قائمة تشغيل سنة الرابعة لابتداء إذن بلاي لست 4 ما بي إذن ل لا آن دي لي أو الأبوصغف هنا ل هو أرسيكل ديفيني إذن نكتبه هنا عندما يصنفه ابنكم إذن يجب أن يعرف ماذا نستعمله ماذا نستعمله إذن نستعمله للمذكر المفرد في حالة المعرفة حسنا إذن نكمل لا لا إذن هي أيضا معرفة لكن ومفرد أيضا لكن مؤنث إذن نكتبها هنا ديفيني إذن وننتقل الآن إلى آن وإن آن هو نفسه ل لكن يعني بمعنى أنه يستعمل في المذكر المفرد لكن في حالة النكرة إذن ان ديفيني وإن هي مثل لا يعني فمين سنجلي مفرد مؤنث لكن في حالة النكرة إذن آن وإن نكتبها هنا في ان ديفيني نكتب آن وإن وإن هكذا إذن آن وإن هي ان ديفيني في حالة النكرة ونذهب الآن إلى ل ل و دي ل و دي ل ل هي ل هي ل ل الل و ل ل ل هي ل نية وها هنا جمع وأننا تأوذكر نفس الشيء إذن د هي جمع أ وأن إذن نكتبها هنا هنا إذن عندما يكون معرفة دي فيني نستعمل ل في الجمع وعندما يكون أن دي فيني ناكيرا نستعمل د في الجمع ويبقى لنا الأبوستخاف إذن الأبوستخاف هو أرسيكل دي فيني إذن نكتبه هنا إذن إن كنتم تعرفون استعمالات الأبوستخاف فاكتركوا لي في التعليقات كلمات تحتوي على الأبوستخاف إذن متى نستعمل الأبوستخاف؟ نستعملها عند المعرفة دي فيني إذن نستعمل الأبوستخاف إذن هنا لتعريف المذكر مسكلة مفرد سنجلي وهنا لتعريف مفرد مؤنث سنجلي فمينان وهنا للجمع لبلغيال وهنا نستعمله للمفرد مؤنث أو مذكر مؤنث أو مذكر لكن يجب أن يبدأ هنا الكلمة وتبدأ بفويل أو بح إذن أتركوا لي في التعليقات كلمات تحتوي على الأبوستخاف وكلمات إذن نقلناها وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أنه قد يكون أعجبكم وإن أعجبكم لا تنسوا الضغط على جمع لتشجيعي لتقديم المزيد بإذن الله والاشتراك في القناة إن لم تشتركوا وتفحيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن ملتقنا في فيديو آخر إن شاء الله سلام